أهلاً فيكم أعزائنا، هاي مادة الصف الثالث، مادة الرياضيات بدنا نحكي اليوم عن وحدتنا الجديدة اللي منحكي فيها عن جمع البيانات وتنظيمها هاي عنا أول درس، تمام؟ المفردات الجديدة اللي بدنا نتعرف عليها شغلة اسمها بيانات شو يعني بيانات يا مالوات؟ معلومات شو يعني معلومات؟ يعني عنا البيانات الموجودة زي هيك شو في عنا معطيات؟ تمام؟ بالسؤال وفي عنا شغلة جديدة رح نتعرف عليها يا ثالث اسمها جدول الإشارات طيب هلأ بقولك إنه معلوم الرياضيات إجا سأل طلاب الصف الثالث عن أحد أنواع الفواكه التي يفضلها كل طالب أنت يا مال شو بتحبي؟ عنب ولا موز ولا الرمان؟ العناب العناب طيب أنا مثلا بحب الرمان فإذا هلأ بدنا نشوف إجا عمل زي كيف إنه بصير يعمل زي تصويت بدي يشوف كم عدد الناس اللي بيحبوا العنب وكم عدد الناس اللي بيحبوا الموز وكم عددهم اللي بيحبوا الرمان تمام؟ هلأ نحن بنا نحطهم بشو بمجموعات بدي أحطهم بشو تصنيف نتذكر نحن أخذنا مرة تصنيف المجموعات زمان بدروسنا السابقة وبالصفوف السابقة كمان إنه كل العنبات بدنا نمسكهم ونحطهم مع بعض كل الموزات بدنا نعيدهم ونحطهم بمجموعة نفس الشي الرمان كتير الوحدة سهلة وكتير الدرس سهل وحلو يعني هون هايوا جمع لنا إياهم العنبات طلعوا عنا قدي عددهم؟ سبعة سبعة عشان نتأكد نرجع مرة تانية شوف حالهم صح ولا لا واحد ممتاز طيب نفس الشي الموز طلعوا الموز كمان صنفوهم طلعوا معاهم 11 موزة والرمان طلعوا معا 8 موزات ممتاز هلأ سوف نحدد العدد من كل نوع حددناهم هاينا كتبنا تحت كل بوكس قدي عدد العنب والموز والناس اللي بيحبوا الرمان كتير سهل هلأ نحنا أحسن ما نظننا مثلا زي هي كان يجي نرسم كل مرة نيجي نرسم العنب 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 كل مرة عنب 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 فنحنا قررنا إنه نحط شغلة أو نستخدم خاصية كتير سهلة اسمها جدول الإشارات وهاي الإشارات عشان نعبر على العدد البند اللي بدنا إياه أو العنصر اللي بدنا إياه يعني هاي العنب الأولى بنحط لها إشارة تيك تمام؟ وهاي العنب الثانية برضو رح نحط لها إشارة تيك والتالتة كمان إشارة تيك والرابعة كمان إشارة تيك لكن الخامسة شو من نعمل فيها يا ماجد؟ بدنا نحطها بالعرض هيك هلأ هاي كل ما تشوفوها أربع إشارات وقفين زي هيك لونهم أزرق والإشارة هاي الخامسة اللي هي رقمها اللي هي الحمرة هاي هاي دايما معناها خمسة فإذا كل ما نشوفها شو بيكون معناها؟ خمسة تمام؟ طيب هاي خمسة واتنين أدي صار عددهم هيك الشحتات أو الإشارات؟ تناش كيف تناش؟ خمسة واتنين سبعة سبعة إذا خمسة واتنين؟ سبعة 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 هايها مش إحنا هون حكينا الناس اللي بيحبوا العنب عددهم سبعة كل اللي رفع إيديهم مثلا اللي حكوا أنا بحب العنب كان عددهم سبع طلاب إجا عددهم الأستاذ وإجا هون رسمنا سبع عنبات إنه بمعنى إنه سبع طلاب بيحبوا إيش العنب طيب زي ما حكينا إذن كل ما نشوف هاي المجموعة كاملة معناها أدي معناها خمسة طيب نيجي للموز الموز خلينا نشوف كيف حطوها الموز هي عبارة عن شو عن مجموعتين زي هيك زائد إشارة فبتصير أدي داعش كيف يعني هاي المجموعة الأولة أدي عددها معناها أول ما نشوفها مباشرة بنحكي أدي خمسة 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 وهاي سبعة هاي خمسة وهاي شو هاي كمان خمسة أدي بصيرو خمسة وخمسة عشرة وهاي التك اللي صغيرة كمان اهدعش يعني هدول كلاتهم بجمعهم مع بعض يا تالت اجمعوهم مع بعض بطلع عددهم اهدعش نفس ايش اللي بالبوكس الموجود هون يعرفتو إحنا شو عملنا هلأ كل البيانات هدول اللي هون بدنا نحولهم بدلا ما نصير نرسم زي الصغار هيك نرسم موز 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 قلنا لأ خلاص بدنا نستخدم جدول الإشارات هاد وبدنا نحكي عن كل عنصر هون عبارة عن شحطة يعرفتي يعني هلأ خمس موزات معناها هاي هاي الإشارة بيكونوا أربع إشارات يا تالت وهاي الإشارة الخامسة منيجي بنحطها كروس هيك بالعكس بيكون معناها قدي؟ خمسة خمسة فخلاص مباشرة يعني هلأ مثلا بدون ما أتطلع هون تطلعوش هون تمام؟ خلينا نشوف كم واحد بيحب الرمان يلا كيف بدك تعديل إياهم؟ خمسة وثلاثة ممتاز خمسة زائل ثلاث ثمانية ثمانية خلينا نتأكد هاي ثمانية إذن حلنا صحيح هلأ هاي إنتوا عشان أسهل الكوية ثالث كل ما تشوفوا هذا الشكل معناها هون في عندي أربع شحطات يعني أربع طلاب والخامس عشان أسكرها أعمل مجموعة كاملة متكاملة بسكرها هيك يعني هاي اللي هون هذا كمان شخص عرفتي؟ هاي بتكون معناها خمس أشخاص هون في تحليل لهذا الجدول يعني بحكي لك إنه هذا التك معناها شخص واحد ثلاث تكات أو ثلاث إشارات احنا ما نسميها ثلاث إشارات عبارة عن ثلاثة أشخاص وهاي الإشارة كلياتها كاملة أصلي هاي الوحدة كاملة اللي هي عبارة عن أربعة والكروس المحطوط هيك بالعكس هي عبارة عن خمسة أشخاص شفتوا كيف؟ كتير سهل وبسيط وما بده أبدا أي إشي بس علينا الركز مزبوط وإحنا نعد طيب السؤال بحكينا شو عدد الطلاب الذين يفضلون الموز؟ نرجع للجدول يا حلوين ونشوف هاي الموز خمسة زائد خمسة عشرة واحد صارت هداعش إذا نكتب هون هداعش طب كم عدد الطلاب الذين يفضلون الرمان؟ نرجع هاي الرمان قلنا خمسة وثلاثة تمانية ممتاز إذا منحط تمانية طيب نيجي للي بعديها أي نوع من الفاكهة يفضلوا هالطلبة أكثر مين أكثر إشي؟ شو الإشي اللي بيحبوا الطلاب أكثر إشي؟ الموز الموز تطلع هون عددها هداعش خمسة وخمسة عشرة واحد هداعش هون سبعة وهون تمانية اها زي ما هون حكينا بجدول اللي بالأعلى كتير سهل يا ثالث طيب بكم يقل عدد الطلاب الذين يفضلون الرمان عن عدد الطلاب الذين يفضلون الموز؟ دايما السؤال هلما يحكينا كم يقل؟ يعني بدنا نطرح ليه؟ هلا كم واحد بيحب الرمان وكم واحد بيحب الموز؟ بدنا نشوف قديش بيقلوا عن بعض تمام؟ خلينا نشوف هاي الرمان؟ قدي قولنا الرمان؟ تمانية تمانية طب و قديهم الموز؟ هداعش هداعش قدي الفرق بيناتهم؟ كم شخص بيفروع عن بعض؟ يعني قدي بيفروع عن بعض؟ هون هداعش هون تمانية منطرح هداعش ناقص تمانية هدا بيطلع تسعة عشرة هداعش يعني ثلاثة أشخاص اذا منطرح يا حلوين هداعش ناقص تمانية بيطلع معانا ثلاثة أشخاص طيب سؤال يا ثالث كيف ممكن اعرف أنا من الجدول الإشارات اللي شفناها قبل شوي كم عدد الطلاب الصف كاملين شو ممكن أعمل؟ احنا قلنا لهم للطلاب لما تحكوا انو انتو بتحبوا العنب أو الموز أو الرمان لا تكرروا يعني واحد بس يختار نوع واحد فقط من الفاكهة هدا الشي شو بيعني؟ بيعني انو في ناس معينين فقط بيحبوا العنب وفي ناس بيحبوا الموز وفي ناس بيحبوا الرمان ما حدا حكى شغلتين انا بحب شغلتين تمام؟ هيك بيكون سهل كتير اعرف كم عدد طلاب الصف كلهم كاملين لانو كلهم جاوبوا صح؟ شو بدنا نعمل بهاي الحالة؟ حطوا لايك وشيرب وسكس تايب وانتو من الاشعارات بجمع يعني بدنا نجمع كم عدد الطلاب اللي بيحبوا العنب قلنا؟ سبعة سبعة وعننا هداعش للموز وعننا تمانية للرمان بدنا نجمعهم كلهم يا تالت عشان نعرف كم عدد طلاب الصف كاملين يلا نجرد اذا اهداعش زائد سبعة زائد تمانية بتلع الجواب عندنا ستة وعشرين طالب من نكتبها هون بالبوكس تمام يلا نشوف هذا السؤال الثاني كتير حلو كمان ننتبه يا تالت هلا هذا السؤال بقول لنا انه في عنا ثلاث بنات واحدة اسمها هند واحدة فاطمة واحدة جوان هدولة الثلاثة كانوا عم بتنافسوا على رئاسة اسرة الصف نتذكر ان احنا لما كنا بالمدرسة رئاسة الاسرة نتذكر كان في واحدة بس هي المسؤولة عن رئاسة اسرة الصف زي المسؤولة زي بتنتبه لكل اشي للحضور للغياب لنظافة الصف للطلاب الموجودين وبتهتم فيهم وبتساعدهم وبتكون مسؤولة عنهم صح؟ طيب هلأ صوتت كل الطالبات بالصف عن طريق كتابة احد الاسماء على ورقة بعدين فرغتها المعلمة على السبورة فحصلت على النتائج التالية يعني هلأ كتبوا البنات كل واحدة شوحة بأي بنت تمام؟ احنا بنا نشوف مين اللي رح يفوز تمام؟ بنا نشوف هلأ كتبوا هون على الورقة كل بنت سألوها انت مين بدك؟ قالت واحدة فاطمة وانت يا بنت قالت انا هند وانت قالت جوان كتبوا كل واحدة من الطالبات مين بتحب تختار يا هند يا فاطمة يا جوان ما بصير انتو تختارو بس بنت واحدة بتكو تختارو بس مترشحة واحدة تمام؟ هيك طلعت عنا الاجابات وهيك كانت على الورقة طيب هلأ كيف نحنا بنا نعرف مين اللي بدو يفوز؟ فاطمة لأ كيف نعرف؟ هيك بصير اتحذر؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا نفرغ كل هاي المعطيات البيانات هاي اسمها بيانات بدنا نحطها ونحولها على جدوى الإشارات عشان يصير كتير سهل علينا نعرف مين اللي فاز صح؟ يلا نكتب اول واحدة هند الثاني فاطمة الثالثة جوان تمام؟ هند نبلش هسا مندور هون كم مرة طلعت لنا كلمة هند يلا احفظوا معانا هاي هند واحد وهون ثلاث هون ثلاث هون أربعة هون خمسة هون ما فيه اذا كم واحدة حكت بدي هند؟ خمس طالبات كيف نرسم خمسة على جدوى الإشارات؟ نحط خمس خطوط أربع إشارات إشارات وخط هيك بيكون بالنص بيناتهم هاي معناها خمسة خمسة طالبات نيجي على فاطمة يلا نعيد مع بعض واحد ثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسع مرات تسع مرات ان ذكرت كلمة فاطمة يعني تسع بنات اختاروا فاطمة تسعة يعني خمسة وقدة هاي خمسة و أربعة خمسة وأربعة مجموعهم تسعة إذا هيك منعبر عنها بالإشارات ما في طريقة تانية انتبهوا يا ثالث إذا خمسة معناها أربع إشارات ومنحط بالنص كمان إشارها معناها خمسة وهون عندي أربع إشارات كمان إذا خمسة زائد أربعة بيعطينا كم بيعطينا تسعة طيب نيجي لآخر طالبة اسم طالبة عندي هلأ جوان جوان كم مرة تكرر اسمها هاي واحد واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة ثمانية ثمانية معناها منافسة شديدة بين فاطمة وبين جوان جوان إذا ثمان مرات تكرر اسمها يعني ثمان طالبات قالوا بدنا جوان يلا مين أعلى إشي؟ فاطمة فاطمة إذا من الذي فاز؟ فاطمة فاطمة ليه لأنها حصلت على أعلى الإشارات أعلى الأصوات تمام؟ كتير حلو وسهل وبسيط نيجي الآن للفواكه الحلوة هاي في عندي برتقال خضراء وبرتقال سفراء تمام؟ هلأ البرتقال السفراء هي الناطجة أوكي؟ خلص منقدر نوكلها الخضراء بعدها مش ناطجة تمام؟ خلينا نشوف حسب لون الثمرة نشوف قدي عددهم كم عدد الخضراء؟ واحد اتنين ثلاث اربعة اربعة إذا نكتب أربع إشارات فقط السفراء كم عددهم؟ واحد اثنين ثلاثة كمان؟ أربعة نتبهي واحد اثنين ثلاثة أربعة برضو بنحط أربع تكات تمام؟ طيب كم عدد الخضراء؟ أربعة كم عدد الصفراء؟ أربعة مين أكتر؟ الخضراء أو الصفراء؟ أدبعض أدبعض متساويان ونكتب متساويان هون يا ثالث ما عدد الثمار التي أحضرها كل الطلبة؟ ثمانية ثمانية لأنه أربعة وأربعة ثمان ثمار حلو كتير ننتقل معكم يا حلوين للتمرين والمسائل صفحة تسعين أول سؤال عنا جاهز هن عاملين جدول الإشارات مرتب وجاهز بس علينا نحن شو نساوي؟ نعد بدنا نعد خلينا نشوف بالزبط شو هي الأسئلة لأنه هاي الأسئلة تابعة لهذا السؤال ياسمين عندها مكتب صغيرة فيها أنواع مختلفة من الكتب قامت بعد الكتب الموجودة بمكتبتها وسجلتها بجدول الإشارات في عندها كتب خاصة بالأدبي وفي كتب خاصة بالعلمي وفي كتب دينية وفي عندي قصاص تمام؟ طيب خلينا نبلش بالإشارات هل هي حطتنا إشارات يعني هي مرتبة أمورها وجاهزة ما بدها إشي إلا نحن نجاوب على الأسئلة الديني كم عدد كتاب ديني عندها؟ تسعة خمسة وأربعة؟ تسعة نكتب تحتها تسعة كم عدد الكتب العلمية؟ خمسة ثمانية أحسنتي كم عدد الأدبية؟ خمسة خمسة والقصص؟ خمسة وخمسة عشر وخمسة ثلاثة عشر أحسنتي طيب ما عدد الكتب الدينية بمكتبة ياسمين؟ نطلع على الديني؟ تسعة نطلع معانا تسعة ممتاز نأتي لعدد القصص؟ تلتة عشر تلتة عشر اكتبو هون تلتة عشر يا تالت ما أقل نوع من الكتب يلي عند ياسمين؟ أقل نوع شو أقل إشي عندها؟ نطلع على الأرقام وعلى الإشارات خمسة خمسة اللي هو الأدبي اكتبو هون أدبي طيب شو أكتر نوع من الكتب موجود عندها؟ القصص آه ليه؟ لأنه هي أكتر عدد من الإشارات معناها بنكتب هون قصص طيب شو عدد كل الكتب اللي عند ياسمين؟ شو بنا نعمل بهاي الحالة؟ خمسة وثلاثين كيف عرفنا؟ نتسعة زائد ثمانية زائد خمسة ثلاثة ثلاثة شساوي خمسة وثلاثة شساوي خمسة وثلاثة أحسنتي إذن كل الكتب كل أنواع الكتب بنجمعهم مع بعض تمام؟ طيب الطلاب يروحوا للمدرسة بعدة وسائل رحنا وسألنا عشرين طالب كيف بيجي على المدرسة؟ في ناس حكت أنا باجي بالباص في ناس حكت أنا باجي بالسيارة في ناس حكت أنا باجي مشي في ناس حكت أنا باجي بالدراجة الهوائية البسكليت في ناس حكت أنا باجي بس إذن كم وسيلة عندي؟ أربعة أربعة في ناس حكت حافلة هاي واحد في ناس حكت سيارة اتنين في ناس حكت مشي تلات في ناس حكيت بسكليت أربعة فقط وكل ياتهم عم بتكرروا هلأ شو بدنا نعمل شو مطلوب منا بالسؤال بقولك أول إشي قبل ما نعمل أي إشي بدنا نعمل جدول نلخص فيه كل المعلومات هاي ليش هيك كل ياتهم نقعد نكتب 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 شوفوا كيف ما أصعبها كيف بياخد مساحة وبتعبنا أكتر وإحنا نكتب نكتب وننسخ فليما نختصر هذا كل ياتهم البوكس الكبير هاي البيانات المعلومات نختصرها بجدول كتير صغير سمناه جدول الإشارات يلا بناء على اللي قرعناه هناك الحافلة كم واحد عندي أربعة سيارة ثلاث المشي تسعة تسعة هاي هون عنا خمسة عمنا هون خمسة وأربعة الدراجة الهوائية أربعة ممتاز إذن شو عدد الطلاب الذين يستخدمون الحافلة أربعة الباص عنا أربعة نكتب هون أربعة طيب شو أكتر وسيلة من وسائل النقل اللي بيستخدمها الطلاب المشي المشي أكتر إشي الناس بتحب تمشي أو بتروح مشي على المدرسة ممتاز هذا هو درسنا الأول اللي بنحكي فيه عن جدول الإشارات نراكم في درس جديد كتير سهل وحلو نحكي عن طرق لجمع البيانات شكرا لكم وإلى اللقاء ولا تنسوا تشتركوا في قناتنا لا تنسوا تنغطوا درس نصلكوا في القناة الجديدة باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة